اسم هذه الطفلة هو مهلية قنة أجبرتها الحرب التي اندلعت في تقراي على النزوح من مدينة حمراء في المنطقة القربية لتقراي إلى مدينة مقلي وقد مضت ثلاثة سنوات منذ نزوحها وعاشت في مخيم في مدينة مقلي مع النازحين الآخرين تتذكر حياتها الماضية كالتالي كنت أتناول فطولي وغدائي ومن ثم عشائي في وقته ولكن هنا أتناول وجبة الإفطار وأحاناً لأتناول الغداء والعشاء ولكن في هذا العام الجديد أتمنى أن نتمكن من العودة إلى ديارنا وأريد مواصلة التعليم هناك وجدنا نازحة أخرى في مخيم النازحين التي أتت منتز أقدي في المنطقة القربية تدعى السيدة هيوة تكلهايمانوت تقول أنها مكثت في المخيم لمدة ثلاثة سنوات وكانت تتوقع أنها ستعود إلى ديارها بعد اتفاق السلام ولكنها حتى الآن لم تجد حلاً مضيفة أنها لا تزال تعاني مع أطفالها لا يوجد طعام ولا يوجد صابون ولا حتى مكان لننام عليه لا يوجد شيء هنا لا أعرف ماذا أطعم أطفال فنحن ناكل مرة واحدة في اليوم ونحن في وضع صعب نأمل في هذا العام الجديد أن يرسلوا لنا ما يكفي من المساعدة لنا للأمهات المرضعات والأطفال وكبار السن لأنه حتى الآن لم نتلقى أي مساعدة بحلول العام الجديد يجب من الكل الوقوف بجانب النازحين والعمل بجدية لإرجاعهم إلى ديارهم لتحقق أمانيهم ترجمة نانسي قنقر